يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله فقيل كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت صحيح الإمام الترمزي والألباني وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن رجل قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجن حتى يقضى عنه دينه صحيح الإمام النسائي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر صحيح الإمام الترمزي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإمام صحيح الإمام مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملك وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوزوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطان صحيح الإمام البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونطف الإبط وتقليم الأظافر صحيح الإمام الترمزي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامة صحيح الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها صحيح الإمام أبو داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهم إذا اجتنبت الكبائر صحيح الإمام مسلم ترجمة نانسي قنقر